موسيقى 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 داتة بتاعتها ملقتش يعني اسم الشخص ولا ولكن أنا خدت القصة باعتبارها يعني رمز جميل يعني غالبا هي حقيقية بس ما قدرش أخد المكان اللي حصلت فيه قصتنا النهاردة بعنوان أعمى لا يرى الجروح أعمى لا يرى الجروح قصة بتحكي عن راجل مقاتل راجل يعني جندي ترك مراته وترك ولاده وراح للمعارك وبعد نهاية المعركة وهو راجع حكوله أن مراته أصيبت بمرض الجدري ومرض الجدري مش الجدري الكاذب بتاع اليومين دولة مرض الجدري الحقيقي بيترك تشوهات رغيبة في جلد الإنسان وشكل الإنسان وحكوله هو راجع قد إيه مراته بيه شكلها مقزز ومتعب وهو لما قالوا له كده فكر في فكرة والمهم غمض عينه وهو الموصل للبيت لقيه أعمى فاستغربوا يعني يحسوا أن الصدمة أن مراته بيهت شكلها كده خليته عمي وظل أعمى 15 سنة بعد 15 سنة توفت مراته وماتت تاني يوم الجنازة بتاعت مراته فتح عينه والناس تعجبوا جدا قال لهم أنت أعمى ولا نفتح قال لهم أنا أغمط عيني لمدة 15 سنة علشان مراتي ما تجرحش مشاعرها لما تحس أن أنا شايفها وهي مشوهة يعني قصة مرة تاني بذكر لكم أن أنا المعلومات الأكيدة عن القصة حصلت فين وكده أنا مش عندي لأسف ولو حد عنده تفاصيل قصة يرسلها لنا ونحطها على الموقع التفاصيل بس القصة رمزيا جميلة معقولة في حد كده معقولة في زوج رقيق بالدرجاتي يغمض عينيه 15 سنة ويبدو أنه أعمى حتى لا يرى جروح وتشوهات زوجته وحتى لا يجرح مشاعرها أعمى لا يرى الجروح قصتنا النهاردة مؤثرة جدا سأستكملها معك بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة الحلوة القديمة من التراث من الترنيمة الجميلة مع مونير حبيب أرجوك سجلها أو حتى حفظها ابقى معك إلى ما بعد الترنيمة اشتركوا في القناة 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 ولا باللسان لا تكن محبتنا بل تكن محبتنا بالعمل والحق كمان بل تكن محبتنا بالعمل والحق كمان رابي امنحني حبك رابي اعطيني قلبك امنحني حبك يا راب ويرويني من نبع الحب امنحني حبك يا راب ويرويني من نبع الحب المحبة المحبة تتأنى وكمان هي ترفق هكذا شدى لنا منير حبيب بانشودة المحبة كل الكلمات الجميلة عن المحبة بمناسبة قصتنا اعمى لا يرى الجروح هذا الجندي اللي هو راجع من المعركة لما قالوا له امراتك تشوهت تشوه بالجدري اغمض عينيه ومثل وفعلا عمي عمي اختياريا يعني اغمض عينيه عن ان يرى تشوه زوجته فحتى لا يجرح مشاعرها ولما ماتت بعد 15 سنة فتح عينيه عزيز المشاهد اخت المشاهدة بغض النظر ان كانت القصة وقعت فين او المعلومات لسه ما وصلتناش ولكن الفكرة جميلة جميلة جدا ان نغمض عيوننا عن ضعفات ونقائص بعضنا بعد وهو ابليس معنى اسم ابليس كلمة يونانية المشتكي المشتكي الذي يشتكي على اخواتنا نهارا وليلا كل همه يقول اخويا مونير بص في الضعفات دي في زكريا ويقول لزكريا بص الضعفات دي في مونير ويخلينا لكن هذا الرجل بيه اعمى المحبة طب ليه تتعني نبص على الاصحاح المحبة بدل ما اقول لك كلام اجمل اصحاح عن المحبة حافظ او عتكون مش حافظه ازعل صدقني ازعل منك جدا ده انت درس الكتاب كورونسلولة 13 طبعا يا سلام دي حد ما يعرفاش ده اجمل اصحاح عن المحبة والاصحاح ده انشودة المحبة بيتكلم عن المحبة عمتا وطبعا لا هذا الاصحاح كورونسلولة 13 لا يمكن تطبيقه الا عن المسيح في عجالة هقول لك يعني تقدر فعلا تتأمل معي في الاصحاح ده في سبع نقاط بعجالة اول حاجة المحبة وافضليتها بيقول كده اما الان لكن جدوا للمواهب اللي حسنة وانا ايضا اريكم طريق افضل المحبة افضل من المواهب انت مرنم صوتك روعة على عيني وعلى رأسي وانا واعز برضو على عيني وعلى رأسي وفلان بيدفع عطا على عيني وعلى رأسي لكن المحبة اهم من المواهبة ويفرض انت عندك مواهبة فزة ومش بتظهر محبة المحبة هي الطريق الافضل يبقى المحبة افضل نقطة التانية المحبة وأهميتها يذكر سبع أهميات للمحبة في عجالة واحد بيقول المحبة أهم من التكلم بألسنة إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سانجا يارن الحاجة الثانية المحبة أهم من النبوات الوعز والنبوات ثلاثة إن كنت أعلم جميع الأسرار الأسرار في الكتاب المقدس والأسرار عن المستقبل المحبة أفضل من الأسرار المحبة أفضل وأهم من العلم وكل علم الحاجة الخامسة المحبة أفضل من الإيمان بيقول إن كان لي إيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلسه شيئا حاجة ستة المحبة أهم من الفلوس إن أطعمته كل مالي يعني واحد دفع يا أخي حاجة غريبة جدا واحد دفع كل فلوسه من غير ما يحب ربنا ومن غير ما يحب الناس ولا فلوسه ليها فايدة حاجة السبعة دي أقوى حاجة بقى المحبة أقوى من إنك تحرق جسدك إن أسلمت جسدي حتى أحترق وليس لي محبة فلا أنتفع شيء بل المحبة أفضليةها المحبة أهميتها ثم المحبة صفاتها بسرعة يذكر عشر صفات واحد المحبة تتأنى زي ما حضرتك رنمك المحبة ترفق المحبة لا تحسد المحبة لا تتفخر يعني لو أنا بحبك ما تفخرش عليك المحبة لا تنتفخ ما تنتفخش عليك المحبة لا تقبح ما تقولش كلمة وحشة أبدا المحبة لا تطلب ما لنفسها مش سلفش المحبة لا تحتد المحبة لا تظن السوق المحبة لا تفرح بالإسم بل تفرح بالحق عشر صفات ثم رابعا المحبة وتفاؤلها المحبة بتخلي إنسان متفائل مثلا تحتمل كل شي تصدق كل شي مش عبيطة يعني المحبة بس تصدق تفترض إنك ستقول الصدق تصدق كل شي ترجو كل شي يعني يقول لك هوب لزا ما فوش فايدة عم ما تعملش معا الراجل دا ما منوش فايدة المحبة تقول لا ممكن يتغير المحبة ترجو كل شي ثم تصبر على كل شي خامسا المحبة واستمراريتها المحبة لا تسقط أبدا سادسا المحبة وعظمتها إيمان رجاء ومحبة أعظموا من محبة ثم سابعا وأخيرا المحبة واتباعها بيقول أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة بيقول كده آسف اتباعوا المحبة ولكن جدوا المواهب الروحية دي سباعية المحبة عزيز المشاهد أخت المشاهدة كل اللي أنا قلته طبعا في عجالة عشان وقت البرنامج خلص لا ينطبق إلا على محبة المسيح ما فيش إنسان يقدر يقولك إن صدق كل شي وإنه أحب حتى المنتهى يسوع إذ أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى الراجل ده غمض عينيه علشان ما يشوفش تشوهات مراته يسوع المسيح شايفك حلو رغم كل خطاياك وشايفني حلو رغم كله مش كده بس ده على الصليب الدنيا ضلمت وقال المسيح بالنبوة نور عينية فارقة لا أكتر من كده إنه حمل تشوهاتنا في جسده على الخشبة أرجوك وإنت بتسمعني مش بكلمك عن الجحيم ولا النار بكلمك عن محبة قوله أشكرك لإنك حبتني أنا عايز أعيش لك يا رب لإنك إنت فعلا تستاهل إني نعيش معاك لإنك كلك محبة بل هو المحبة ذاتها إلى حلقة قادمة أتركك في محبة المسيح من برنامجك حياتك في قصة جميلة جدا أن نغمض عيوننا عن ضعفات ونقائص بعضنا بعد واحد دفع كل فلوسه من غير ما يحب ربنا ومن غير ما يحب الناس ولا فلوسه اللي هي فايدة يسوع المسيح شايفك حلو رغم كل خطايات كله أشكرك لإنك حبتني رابي إن نحني حبك رابي أعطيني قلبك إن نحني حبك يا راب وارويني من نبع الحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة